ما معنى التزكية؟ ما معنى التزكية؟ التزكية معناها يدور على أمرين اثنين معناها يدور على أمرين اثنين وإذا نظرنا في تعريفات العلماء للتزكية نجدهم إما أن يذكروا أحد المعنيين فيقول لك التزكية هي كذا فيذكر لك واحد من المعنيين سأذكرها لكم بعد قليل وإما أن يجمعوا بينهما طيب ما هم المعنيين الذين يدور عليهم لفظ التزكية؟ المعنى الأول هو التطهير والتصفية وإزالة الأدران والأوساخ من النفوس والقلوب هذا المعنى الأول للتزكية واضح؟ واضح؟ بعد شوية أقول لكم إيش هي الأمراض والأدران التي تزال المعنى الثاني للتزكية هو إيش؟ الزيادة والنماء من الخير الزيادة والنماء جيد؟ فعندنا معنان معنى يقوم على الإبعاد والتطهير والتصفية والتخلية ومعنى يقوم على الزيادة والنماء والتحلية واضح الفكرة؟ فالتزكية هي التزكية هي تطهير النفس من أدرانها وتطهير القلب من أمراضه وزيادة الزيادة في البر والعمل الصالح وتنشئة أو تنمية القلب من أعماله التي يتعبد الإنسان بها لله سبحانه وتعالى واضح؟ واضح الفكرة؟ طيب وبناء على ذلك يا شباب وبناء على ذلك هل يمكن لنا أن نقول هل يمكن لنا أن نقول إن التزكية هي ثمرة الإسلام بشكل عام؟ ها؟ يمكن لنا أن نقول ذلك؟ جواب نعم يمكن لنا أن نقول ذلك لأن الإسلام أصلا مبني على إيش وإيش؟ يا سلام الإسلام هو أصلا مبني على الإبتعاد عن المعاصي والذنوب ويعني خلنا نقول وتصفية القلب من أمراضه لما نقول تصفية القلب من أمراضه إيش المقصود؟ ما المعاصي إيش في أمراض في القلب؟ شرك طيب أحسنت أول شيء أول مرض من أمراض القلب هو الشرك وخاصة فيما يعني خاصة الرياء البحث عن التعلق بالمخلوقين جيد؟ هذا المعنى الأول من أمراض القلوب معنى آخر من أمراض القلوب الشك معنى آخر من أمراض القلوب النفاق معنى آخر من أمراض القلوب العجب والغرور والكبر جيد؟ هذا الآن كله من أمراض القلوب فحين نقول أن التزكية في شقها الأول هو التخلص من أمراض القلوب فالمقصود التخلص من بواطن معاني الشرك في القلب ومن الرياء التخلص من النفاق التخلص من الكبر والعجب والغرور واضح الفكرة؟ تخلص من الغل والحقد والحسد والبغضاء الموجودة في القلب وهكذا هذا بالنسبة لإيش الجانب إيش يا شباب التطهير بقي هناك أمر مهم يدخل في جانب التطهير وهو عنوان كبير في الإسلام اللي هو مخالفة الهوى مخالفة الهوى مخالفة الهوى اسم جامع اسم جامع للقسم الأول من أقسام إيش؟ القسم الأول من أقسام للقسم الأول من أقسام التزكية القسم الأول من أقسام إحنا ما قلنا التزكية قسمين؟ القسم الأول التطهير وكذا إذا أردنا أن نختصر هذا التطهير في اسم جامع سنقول مخالفة الهوى جيد؟ طيب إيش اللي يدخل في الثاني من باب يعني إيش أهم العبادات خلينا نقول اللي ممكن تدخل في التزكية في القسم الثاني؟ طيب أول ما يدخل فيها اسم جامع كبير عظيم هو أعمال القلوب أعمال القلوب قد يقول قائل هل للقلب عمل؟ هل للقلب عمل؟ الآن الجوارح لها عمل تمام أنت تروح تصلي الآن عملت صليت لكن هل للقلب عمل؟ القلب له أعمال وليس عمل واحد وليس عملا واحد أعمال فمن عمل القلب من عمل القلب الإخلاص لله وحده ومن عمل القلب الاعتصام بالله وحده ومن عمل القلب التوكل على الله وحده ومن عمل القلب الخشية من الله سبحانه وتعالى ومن عمل القلب الخوف منه ومن عمل القلب المحبة له هذه كلها من أعمال القلوب لذلك حين تسمع قول الله سبحانه وتعالى ويزكيهم مباشرة لابد أن يظهر في ذهنك تعريف أساسي وعمل أساسي يدخل في التزكية اللي هو إيش؟ أعمال القلوب أعمال القلوب من أعظم ما يمكن أن يدخل تحت التزكية لو تتذكرون في محاضرة فتعلمنا الإيمان تكلمنا عن إيش فيما يتعلق بأعمال القلوب تتذكروا تحت عنوان العبودية تكلمنا عن المحبة وعن الخشية وعن اليقين صح؟ وعن الإنابة ليس كذلك؟ هذه كلها من أعمال القلوب إذن يا شباب لا تظنوا أن أحدا يمكن أن تزكو نفسه إذا لم يهتم بقلبه إذا لم يهتم بقلبه إذا لم يهتم بتنمية أعمال القلوب في قلبه وفي نفسه نقولنا إلى الزيادة والنماء فكلما زدنا هنا أو زدنا هنا زدنا في إيش؟ في التزكية مرة أخرى بما أن التزكية مكونة من؟ التطهير والتصفية من جهة الزيادة والنماء من جهة فإذا عرفنا كيف نحقق هذا التطهير ما الوسائل التي توصلنا إليه؟ وكيف نحقق هذه الزيادة والنماء؟ فبطبيعة الحال سنعرف كيف نحقق إيش؟ التزكية التزكية لأنها مكونة من؟ التطهير يا سلام واضح القضية؟ طيب إذن كيف نحقق؟ ما الأعمال التي إذا التزمنا بها فإنها ستساعدنا بإذن الله تعالى على أن نحقق هذه التزكية؟ طيب العمل الأول كل ما أذكر لكم عمل أباكم تقولوا لي هل هو متعلق بالتطهير والتصفية أم هو متعلق بالزيادة والنماء؟ ما رح أرتبها لن أرتبها جيد سأذكرها مفرقة العمل الأول الذي يقود إلى التزكية ويؤدي إليها ويوصل إليها ويعين المؤمن على أن يحققها وعلى أن يصل إلى هذه المرتبة الشريفة مرتبة التزكية هو كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى هذه من القسم الثاني أحسنت اللي هو إيش؟ الزيادة والنماء طيب كيف نحقق التزكية؟ كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى تأملوا معي جيدا أيها الكرام الآن الإنسان إذا كان قلبه مليئا بحب الله سبحانه وتعالى فالنتيجة التي تنعكس على المؤمن نتيجة امتلاء قلبه بمحبة الله هي إيش؟ كثرة ذكر الله كثرة ذكر الله لأن من أحب شيئا إيش؟ أكثر من ذكره لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره طيب كثرة ذكر الله تدل على أن القلب فيه محبة لله سبحانه وتعالى وكثرة ذكر الله تزيد محبة الله في القلب وتزيد القلب إيمانا وصلاحا وبالتالي تزيده إيش؟ تزيده تزكية تزيده تزكية طيب خلونا الآن نستعرض بعض الفضائل المتعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى حتى ندرك أن ذكر الله أمر شريف وعزيز جدا قال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن نكثر من ذكره بأن نكثر من ذكره وإذا أمرنا الله بشيء أن نعمله بكثرة فهذا دليل على إيش؟ على أهميته على أهميته طيب الله سبحانه وتعالى يقول لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَإِيش؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا يعني من يذكر الله كثيرا فهو من أعظم الناس استفادة من وجود النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاقتداء به هو أحرى الناس بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كتبت له مئة حسنة وحطت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد أو رجل عمل مثل عمله أو زاد عليه وبالمناسبة شباب كثير من الذنوب التي يتسلط الشيطان بها علينا التي يتسلط الشيطان بها علينا كثير من هذه الذنوب إنما هي بسبب أن هذا الرجل الذي تسلط الشيطان عليه لم يكن يذكر الله كثيرا ولو ذكر الله كثيرا لما تسلط الشيطان عليه في دليل على هذه القضية وهو حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر حديث عظيم حديثا عظيما طويلا فيه وصايا من يحيى عليه السلام لأمته وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا وكان واحد منها أنه أمرهم بكثرة ذكر الله أو بذكر الله وقال فيها فإن الشيطان فعفوا فإن الإنسان أو المؤمن لا يحرز أو يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله طيب إذن الوسيلة الأولى إيش يا شباب كثرة ذكر الله ما نبغى الكلام أو الدرس يكون مجرد كلام أبغاك تقرر عمليا أنك بعد هذا الدرس تلتزم بأن تذكر الله كثيرا خلاص واعلم أن هذا توفيق لا تظن أنك إذا قررت فقطعا ستذكر الله كثيرا أنت إذا قررت فمعناه أنك أبديت نية حسنة في أن تلتزم بهذا العمل لكن استعم بالله على ذكره تمام أختم هذه الوسيلة بحديث جميل لما نقول جميل كده يعني أبغاكم تفتحوا خانة الجمال في أذهانكم تمام خانة الذوق كده تفتحوا خانة الذوق والجمال وكده ابتسموا في داخل نفوسكم وافتحوا عنصر استقبال الجمال زياد كده وكده ركزوا وعطوه كده حق حديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بما ذكرت لكم آخر شيء أنه أنت ترى ما تقدر تذكر الله وتلتزم بذكر الله إذا لم يعنك الله على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل شوفوا شوفوا الحديث الجميل شوف شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو شاب ليس كبيرا قال له يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك أعني على ذكرك وشكرك